الى جزيرة زنجبار حيث كثفت بعثة العطار زيد الخير مهامها الانسانية بعلاج ما يزيد عن خمسمائة طفل ومسن باشراف فريق طبي اماراتي زنجباري متطوع وذلك في اطار برنامج سنوي لتقديم افضل الخدمات التشخيصية والعلاجية والوقائية للفقراء وتأتي الحملة انسجاما مع توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد الانهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه بان يكون عام 2017 عاما للخير ومن خلال عمل انساني مشترك بين مبادرة زايد العطاء وجمعية دار البر ومؤسسة بيت الشرق الخيري ومجموعة المستشفيات السعودية الالمانية وبرنامج الامارات للتطوع المجتمعي والتخصص